مرحباً بكي، اليوم سنتحدث عن الروتين المسائي وكيف يمكنك تنظيم وقتك بعد يوم طويل في المدرسة. مرحلة العناية الشخصية بعد العودة، ابدأ بحمام منعش، سيساعدك على استعادة نشاطك، ولا تنسي العناية ببشرتك، اغسلي وجهك وضعي مرطباً، يمكنك أيضاً الاسترخاء قليلاً مثل الاستماع لموسيقى هادئة أو ممارسة تمارين التنفس. مرحلة عمل الواجبات حددي مكاناً هادئاً للدراسة تأكدي أنه مريح لك استخدمي تقنية بومودورو 25 دقيقة من الدراسة ثم 5 دقائق استراحة يمكنك تنظيم ملاحظاتك باستخدام الألوان أو عمل ملخصات لتسهيل المذاكرة بعدها احضري عشاء بسيطاً وصحياً، يمكنك تجربة وصفة جديدة استغلي هذا الوقت للجلوس مع عائلتك وتبادل الأحاديث أثناء تناول الطعام أخيراً، تجهيز الحقيبة وملابس الغد اختاري ملابس مريحة ليوم الغد تأكدي من أنها تناسب الطقس جهزي حقيبتك وراجع المستلزمات مثل الكتب والأدوات المدرسية والوجبات الخفيفة لا تنسي تجهيز سريرك والابتعاد عن الهاتف عند النوم بنصف ساعة ولا تنسي شرب كوب من الشاي الأخضر وقوم بترطيب يديك وقدميك قبل النوم وكذلك ترطيب الشفاه تذكري أن الروتين المسائي يساعدك في تنظيم يومك شاركينا روتينك المسائي في التعليقات شكراً لمشاهدتك لا تنسي الاشتراك لمزيد من الفيديوهات المفيدة